مصر مركزا للطاقة بمقتضى هذه التفاهمات سيتم إنشاء خط لربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان بقدرات تصل إلى 2000 ميجاوات ومن المقرر أن يتم تنفيذ مشروع الرابط على مرحلتين عبر مد خط كهربائي بحرية بطول 1500 كم تقريبا باستثمارات قدرها 4 مليارات دولار يبدأ مشروع رابط الكهربائي بين مصر وأوروبا بمد خط تحت البحر من مصر إلى قبرص بطول نحو 500 كم ثم من قبرص إلى كريت اليونانية بطول نحو 1000 كم ويبلغ عمق خط الربط الكهربائي المصري الأوروبي 3000 متر تحت سطح البحر ومن المقرر البدء في تشغيل الخط بحدول ديسمبر من عام 2023 بقدرة أولية تبلغ 1 جيجاوات كما وقعت مصر والسعودية مذكرة تفاهم للربط الكهربائي بين الدولتين تبلغ قدرة مشروع رابط 3000 ميجاوات بطول 1350 كم تمتد من محطة شرق المدينة المنورة مرورا بمحطة الجهد الفائق في تابوك ثم يعبر الخط خليج العقب بطول 22 كم تحت سطح البحر وصولا إلى الأراضي المصرية ليتصل بمحطة بدر الكهربائية بتكلفة تصل إلى مليار وثمانمائة مليون دولار يكتسب مشروع رابط الكهربائي بين مصر والسعودية أهمية كبرى باعتباره أكبر مشروع لربط الكهربائي في المنطقة العربية حيث أنه يربط بين أكبر شباكتين كهربائيتين في الوطن العربي وبذلك يتم استكمل جهود رابط الكهربائي العربي مع دول الخليج العربية ومن شأن هذا المشروع تحقيق الاستفادة الكهربائية والاقتصادية بين الدول العربية كنا لسا نكلم حضراتكم عن تحديات المياه وتحديات الغذاء نحن أزاء تحدي أيضا لا يقيل أهمية تحديات الطاقة والحقيقة مصر بتدلو بدلويها بقوة في هذا المجال ونخص بالذكر الربط الكهربائي وأفاق أرحب لتعاون بين مصر والسعودية بين مصر وقبرص واليونان كمحور بالتأكيد يمثل التطلعات من كل الجوانب ووثيقة الصلة بأن يكون فيه تفعيل لدور مصر وقبرص واليونان في منطقة المتوسط اللي بتأكيد فيها تحديات كبيرة جدا أيضا لا ينبغي أخفلها نظرة طبعا وقراءة أكثر عمقا فيما تمثله اتفاقات التعاون اللي وقعت من مصر بين جانب ومن الدول الأخرى من جانب آخر في هذا المجال ومعي معكم في هذه الوقفة الحوارية في ميناء قاهرة الدكتور محمد جمال كفافي رئيس المجلس العالمي للاقتصاد الأخضر وكبير مستشاري أطاقة بالصندوق العالمي للتنمية بالأمم المتحدة أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك الحمد للأتمام طبعا في دلالات مهمة جدا لهذه الاتفاقيات وإحنا مش بس بنخص بالاهتمام لاتفاقيات الوقاعت مؤخرا لأن الموضوع ده في إطار سلسلة ومنظومة من التعاون المشترك بين مصر والسعودية ده يخلينا نتكلم كمان عن المنطقة العربية وإزاي هي فعلا محتاجة لمثل هذه التحالفات والتعاونات اللي يمكن بتحمل مفردات بتعكس جدية أكبر من قبل الدولتين الصديقتين وشقيقتين لأفاق أرحد للتعاون بنا في هذا المجال إضافة لمحور الآخر المصري القبروسي اليوناني لو هنبتدي بمصر والسعودية ما الذي تمثله اتفاقات التعاون في مجال الربط الكهراء بينهم بسم الله الرحمن الرحمن طب دم فقط نهضح لها سيد المشتركين المقصود بالربط الكهربائي ربط الكهربائي عبارة عن أننا عندنا شبكة الكهرباء عامة بنربطها بالشبكة الكهرباء للدولة أخرى الغرض من هذا الربط أننا بيبقى عندي فائد في إنتاج الكهرباء في وقت معين سواء وقت لأن الكهرباء بتطلبش طول السنة أو طول اليوم زي بعض بالعكس فيها وقت بقى فيها اسمها راش أورز أو فيها هاي لود أحمال عالية وفيه أحمال بتنخفض وبالتالي الوقت اللي أحفلنا خفض دي أنا هادي الكهرباء فين فأفضل حل فيها أننا نصدرها ده بالنسبة للربط وبالتالي دول الأخرى نفس الكلام فإحنا ساعات بنصدر ونستورد بحيث إحنا ممكن لو عندنا عدس في القهرب ده نستورد منه طيب بس الحمد لله إحنا عدينا الخطوة دي من زمان ده تبقى عندنا فائد يعني فائد في التالي الكهرباء يعني أصبحت قدرات المحطات الكهربائية عندنا حاليا بتنتج أكتر من ما نحتاجه خلال اليوم طيب الربط ده يوم أبعاد عظيمة أبعاد عظيمة جدا طبعا طبعا الكلام ده الربط كهربائي مش فكرة جديدة ولكن العظم في اللي بيحصل داتي بقى إنها دامنة التكامل أو ربط كهربائي مع أسيا من خلال السعودية وبنربط أفريقيا بأوروبا من خلال أبرس اليونان الموضوع مش كده بس الموضوع إن إحنا بدأنا إن شاء الله نتوسع في المحطات الطاقة المتجددة ده بقى اللي بيغير خريطة المنطلة العربية كلها وطبعا عرقسهم إن شاء الله بلدنا بإذن الله التوصف الطاقة المتجددة زي طاقة الشمس وطاقة الرياح وطاقة المخلفات الكلام ده هيقدر يدينا فرصة إن إحنا نصدر هذه الطاقة لأننا مش عايز الهدف يعني الربط الكهربائي مش إن أنا عندي ربنا أكرمني بغاز هروح أشغل محطات الغاز وطلع كهرباء وبيعي الكهرباء لا الاتجاه اللي إن شاء الله يتعمل بإذن الله إن إحنا هنوسع مشروعات الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة وبالتالي نقدر نصدر طاقة نظيفة خضراء إلى هذه الدول إن إحنا ناخد منح المصادر الطبيعية للطاقة نبيعي قدنا لرؤية عشرين ثلاثين سواء رؤية الوطنية أو رؤية الأولى المتحدة للتنمية المستدامة اللي إحنا إن شاء الله بنحاول ننتج طاقة نظيفة نتوسع فيها جميل جدا من خلال التصدير لأن النهاردة لما يبقى عندي طلعوا على الطاقة السعودية بتحتاج مني واليونان وأبروس وعندما في ميزة الدول زي الأوروبا سعر الطاقة فيها غالي فأنا أريد أن ينتهي كهرباء السياح عشان أتكلم بأرقام الطاقة المتجدد للرينيوب الأنيرجي يعني أقدر طلعب 3 سنت له طاقة شمسية أقدر أوصل لـ 9 سنت فبقسم 6 سنت في الكيلوات ده رقم مرعب ده بيقلب من موازين الاقتصاد هي لسا كنت حاسق الحركة يا دكتور عن القيمة المضافة والميزة التنفسية اللي بتمثلها مصر لأن أكيد فيه بيكون كتير من يعني الشركاء المرشحين بقوة أنه هم يدخلوا فيه مدمار مثل هذا ما هو طبعا ده لما يبقى إن شاء الله عملنا البنية التحتية اللي هي الربط هيبدأ إن شاء الله ربط فيه قفز وفيه تسابق أن الشركات اللي بتقوم بإنشاء المعدات الشمسية هتيجي عندنا هتضخي استثمارات المرحلة إحنا فيها حاليا بقى توصيف حضرتك لها المرحلة دي مرحلة طبعا ده خطوة جيدة جدا لكن مش هنحسي بها دلوقتي لأن بقى مرحلة التفاقات مرحلة بين التحتية بالمد كابلات فده مش هبان دلوقتي زي ما زلت تبقى عملنا شبكة الطرق في حاجاتنا بنشي في الشورت تيرم بنى عن لونج تيرم اللونج تيرم إن شاء الله مش خلال سنة ولا حاجة مش لونج تيرم ببعيد المقصد ده بنعمل سبوتلايت يعني غرب من الإعلام نحن نوجه الدولة ونوجه القطاع الخاص عن نقاط الإيجابية احنا النهاردة عندنا ميزة تنفسية في مصر مش موجودة في العالم كله يعني عشان تبقى عملنا سيوم مش هدين متخيلين مساحة مصر إذا استغلت بالكامل بالطاقة الشمسية سواء طاقة الشمسية إنتاج كهرباء بالفوتوسيلز أو بالحرارة تكفي إمداد العالم بالكهرباء تلت مرات متخيلة حاليا عندنا صروة قد إيه فإحنا إذا أحسن نسلم هذه الصروة إحنا ممكن نغارق صدنا تماما أولا نعمل كذا ميزة أولا لما نقدر نصدر هذه الكهرباء بعندنا القدرة على تعميق الصناعة الوطنية للطاقة المتجددة ثانيا خلق فرص عمل ثالثا إيجاد عملة صعبة نصدر نصدر خدمة دلوقتي يعني سهلا نحلم عطين الدولة أو الحكومة حتى هدف بتوجهات الرئيس إحنا نصلي 100 مليار دولار حجم صدرات سلع إحنا ممكن نحققها الرقم ده من الكهرباء خدمات يعني الموازين الموضوع هيختلف خالص حريب تقول ممكن نحقق من وجهة نظر حضرتك ومن واقع تخصصك كمان في المجال ده إيه الأدوات الكفيلة بتحقيق الاستفادة القصوى اللي حدنا تطلع عليها في الموضوع ده مجرد حضرتك البنية التحتية والاتفاقات تعلن بشكل رسمي ويبقى اتفاقات لأن اتفاقات تتبقى تشمل أسعار بيع الكهرباء سواء هنصدرها بكام أو هنستوردها بكام مجرد الكهرباء ما هيعلن وإن شاء الله فيه تسهيلات في إن شاء المحاطة زي ما عملنا محاطة الدنبان فإحنا عملنا تجربة عظيمة جداً ما عندنا من أكبر محاطات الشرخ الأوسط في العالم فبالتالي يبقى سهري جداً نقدر نكرر هذا الموضل مش عاديدنا ندفع عملنا بنبان جديد تجربة عظيمة عمل لها معظم مكونات مستوردة لأنا عاية استثمت باقي هنا إيه وده مفهوم الاقتصاد الأخضر والتمام مستدامة الحقيقية إن أنا وأنا بعمل المحاطات اللي جاية جديد عشان نقدر نطلع على كهرباء متجددة نقدر نصدرها إلى الغرب أو نصدرها للسعودية وأنا بيعاقل على الغرب أكثر سعودية ورد دولة نفطية عندها كهرباء جيدة من اللي عندهم شرطة للكهرباء؟ أوروبا اللي يسمونها القارة العجوزة فهي الأوروبا محتاجة كهرباء جداً وبأخص سعرها كالي فأنا عايزها راهي عادي أكتر الفاجوة دي بتعزز التعاون أكتر ولا ممكن تشكل عرقالة بشكل بالعكس أما محتاجين بالعكس أما محتاجين لأن إحنا هنصدروا كهرب سعر أقل هما عندهم مشكلة في الكهرب وعنده في دول ما عنده هاشم وعنده خلاك في ميزة في دول أوروبا الشمس هاتفلاش عندها خلص فإحنا عندي الشمس وعاك أنا عندي سطوع شمسي تقريباً أكتر من 11 شهر في السنة ولو حقا شكي إحنا مصر من الدول اللي لها ميزة تنافسية أنت من أكتر دول العالم سطوع شمسي وده أهم ميزة في الطاقة الشمسية مش الحرارة قصة يعني السودان على فكرة أقصى مننا حرارة لكن سطوع من الشمسي أقل مننا فمش كل الدول بلحر سطوع سطوع الشمسي طيب حضرتك وأنا بأعملها مش هيدعم محطات كلها مستورة يعني بسنع محلياً هيبدأ عندي فرصة أصلاً أي بزنس مشكلته يا فندم إن يبقى عندي السوق فلو يبقى عندي توسع في هذه المحطات هيبدأ يخلق السوق محلي ويبدأ يخلق المستثمرين هتيجي عندنا بما أننا بنتكلم عن السوق يا دكتور السوق عرض وطلب ومن ضمن المتطلبات زي ما بنسمع دايماً في هذا المجال إن يكون في توازن في الطلب على الطاقة عايزين بقى نستوضحها من حضرتك ونشوف إلى أي مدى دي متحقيقة وهل هي مطلوبة في هذه المرحلة ولا لا إحدى الوقت السوق عندنا مشكلته عندنا فقط في الطاقة فلما نفتح قنوات التصدير إن شاء الله الموضوع يتقلب هيبقى عندنا عجز أو بمعنى دقة هيبقى فيه فتحنا سوق فزودنا الطلب فيبدأ يتخلق العرض الجديد نهي القصة زي ما قلت عرض وطلب طلب طلب بخلقه إزاي بيه التصدير الطاقة إن أنا عملت كابلات وعملت إيمانية تحتية أقدر صد درجة الطاقة البر وبسعر منافس بسعر جيد فبالتالي هنا بدأت خلقت سوق فبجرد ما خلقت الماركت هيتخلق الاستثمار وهيتخلق الصناعة الوطنية دي الموضوع تماما فبالتالي يبقى عندي أقدر أعمق التصنيع المحلي للطاقة الخضراء في مصر عملت تلات عصير وقت واحد خلق هذه الصناعة معناها عمل أيدي عاملة خلق فرص عمل عظم استثمارات يبقى عندي نوها وتكنولوجي مصري بالعكس أقدر يصنع بعد كده يعني ما أقدر يصنع المحطة الشمسية النهاردة بنستولدها تقريبا تسعين فم من محطة المقناطة المحطة بستولدها من بره ممكن الكابلة بس لعملها في مصر لأن نهاردة ممكن لما يبقى عندي عشر محطات بنبان أنها هتوسع أنا عايز أصدر طاقة شمسية ما مش هصدر غاز لما توسع هذه المحطات فأصبح عندي طلب عالي جداً تصنيع المحلي ده يديني فرصة أننا نقدر كمان هامل محطات مصرية وأقدر كمان أصدر المكونات إلى دول أخرى لذلك من الصين ممكن النهاردة لأن كله في الاخر بيزنة زي ما قدت يا عرض وطلب الصين النهاردة يقدر يفتح المقناطة مكانش عندي النوهاو فالصين نهاردة يقدر تفتح لمصر عفو مصر لأنه خلقت الماركت لأنه بقى في طلب في طلب عم حطات الشمسية بشكل شعري جداً في المراحب المستقبل القريب الناس برضو شو هده بقى من حاجة في معادلة التي تقلب كيان المنطقة العربية كيان شخص غير مرئيه جماعة النفط مش عايزين نعول عليه كتير ولا الغاز مرحلة الجاية لأنه النهاردة التكنولوجيا التتقل المتقددها بترخص على ما تنزل يعني من 10 سنين النهاردة نزلت إلى 20% من 10 سنين نزلت 80% انخفاض إلى 10 سنين التقل المتقدده وكذلك البطاريات أنا عندي شمس نهاردة وبالليل هجيبك كهربة منين فأنا عايز أخزنها النهاردة تكنولوجيا التخزين بترخص فهيبقى مشكلة إن في وقت واحد أخشى ما أخشى إنك تطلع على كيلو أداحة النهاردة تطلع على كيلو وقت كهربة من التقل المتقدده أقل من الغاز والبترول فهي جماعة اللي قادم خطير والنقل اللي جاي كله سواء قطارات أو باسات أو عربيات هي بنقل كهربائي فمحتاج تقل متقدده فالوقود إذا كان هو نحن معاولين عليها أو الخليج لا هي اختفي أو هي مخفض جدا فمقاييس السروة وحياس التقل المخضراء هتبقى هي دي مصدر القوى للمنطقة على ذكر مصدر القوى للمنطقة دكتور محمد لو هنخلي عنوان سؤالنا اللي جاي معايير نجاح منظومة النجاح دي البعض ممكن يشوفها في فكرة صداقة البيئة لأنها من ضمن التحديات الكبيرة ويمكن قسم مشترك في أي كلام لما نكون بنتكلم عن مشروعات خاصة بالطاقة بعض آخر بيشوفها في استثمار تكنولوجيا بما أن في تحول رقمي حصل في مصر كمان تحديدا للحق بالركب التقدم العالمي البعض الآخر يشوفها في الاستثمار في البشر في المقام الأول أو في أن يكون في دراسة وعية لمتطلبات سوق العمل في هذه المرحلة لأن ربما تكون هي كلمة السر بشكل أو بآخر ها ربما تشوف إيه أكثرهم دقة أو أكثرهم أهمية في هذه المرحلة ولا إحنا محتاجين نجمع بين كل هذه المرحلة نحن نتكلم في الأبعاد الثلاثة البعض الاقتصادي في نكسب هنقدر نستطيع الكهرباء ممكن نستطيع التكنولوجيا نقدر نطلع على كيلوات كهرباء منطقة أرخص من كيلوات غاز وبيترول فهنقدر بعض الاقتصادي في نفس الوقت وأنا بعمل خاصة المحلية فبالتالي خلقت فرص عمل وبالتالي محتاجة طبعا أيدي عاملة مدربة وفعلا فيه مدرسة مدرسة تعملت السلطر الانرجي ومش مدرس مدرسة بس والجماعات فالنهاردة أنا عايز عنصر بشكل مدربة أدي البعض الأخر الاجتماعي وفي نفس الوقت بقى طبعا البعض الأخطر البعض البيئي فالنهاردة تبقى تعمل سيفينج ده رهيب لما تقدر تتحول يعني أنا مصر حتى رؤية 20-30-40% طاقة متقددة لأ أنا بقول إن شاء الله بالرقط الكهربائي ده إحنا ممكن نعكس 60% طاقة متقددة و40% طاقة تقليدية زي ألماني ألماني هذا وصلت للرقم ده فهنشوف المعوزين هتختلف خالص إن شاء الله يبقى جو مور كليل يبقى أنضف لأنه المهاردة هنحافظ على البيئة فبالعكس حان ما هو دولة سري دايبينشيز أوتات أبعاد للطاقة المستدامة إحنا نحققهم بذلك المشروعات حركت أشرت في وقت سابق من الحوار عن فكرة يورو أفريكا يعني إن يكون فيه سوق موحدة إيه أهمية ودلالة إن مصر تكون واحدة من همزات الواصل الرئيسية في سوق من هذا القبيل يعني إن شاء الله لو ده يتحقق في المستقبل القريب إذن الله حضرتك إن أنك تبقى أنت البريج المعبر أزاي قناة السوئيز أزاي قناة السوئيز أطبعت هي القناة اللي بتربط العالم كله ببعضه هيبقى مصر هي بتربط أوروبا بأفريقيا من خلال الإنرجي طبعاً ده ربط مرعب يبقى مثلا حتى إن شاء الله لما ليبيا تستقر تتوسع هي كمان في الطاقة المتجددة لأن برضو ليبيا عندها سوق واحد لأنها عندها مساعات سطوع شمسي جيد وعندها مساعات كويسة جداً هتيجي بس إما أمر تستقر وتقدر عندها شوية ممكن تستغل تستغل من خلالنا وخبر حضرتك فبالتالي هنا أصبح السودان ممكن تشتغل المقصد يبقى إحنا المعبر لهذه الدول إلى أوروبا من خلال الخدمات الطاقة وده بالتالي هيخلينا لينا ريادة جندة جداً في المنطقة إن شاء الله في مصدر بعدة عنه ستين قال الأوان إن إحنا إن شاء الله هنتحرف فيه بشكل هيغير ويعمل إنكم عالي جداً من العملة الدولارية إن شاء الله في حراك حصل في مصر في مجالات مختلفة كتير من المتابعين المتخصصين بيشوفون هو هيفسح المجال بشكل أكبر لمصر ويخلينا نعمل يعني إنجاز أكبر ونستثمر الوقت بشكل أفضل وبخطة متسارعة حتى نصل إلى هذه المكانة اللي حضرتك بتتكلم عنها وفي نفس الوقت أكيد فيه يعني بعض التحديات تبقى موجودة في طريقنا نحو شغل لهذه المكانة الأكثر تقدمان أبرز هذه التحديات التحديات طبعاً حضرتك إنه لسه فيه مقاومة شديدة جداً من الاستخدام نحن كان فيها للطاقة الوقود الأحفوري اللي هو سواء الغاز أو البترول بلا شك المستفدين من هذا البيزنس مش هيسمح لك الأمور تمشي بهذه السينمائية طبعاً إن أنت بتتكلم أنت بقى حكى خريطة المنطقة العربية والعالم هيتغير إن أنت أصبح توزنات القوة طبعاً الدول اللي عندها أكثر ريزيرف سواء غاز أو البترول كانت هي الدول قوية اقتصادياً النهاردة الدول اللي ليش تبقى أقوى اقتصادياً من الحاجة الدول اللي تبقى عندها تكنولوجيا وعندها التكنولوجيا لإنشاء رينيوبل انرجي ستيشنز هيتبقى هي الأقوى فالقوة معاييرها بتتغير دلوقتي فالموضوع مش هيمشي بالسلمعية دي إنما الحمد لله إحنا مزيتنا إحنا مسكين العصام النص إحنا ماشيين باتنين خطة الحمد لله ربنا كرامنا عندنا اكتشافات غاز جيدة وعندنا مساحات رائعة وفرص نموذج المغرب يا فانتم هي من الدول العربية والإفريقية يعني اللي بتحتلص هدارة في إنتاج الطاقة يعني إلى أي مدى يمكن الاسترشاد بهذا إحنا مزيهم هم مش هحسن لدينا في حاجة بالعكس إحنا ماشيين كويس جداً الحمد لله بالعكس إحنا عملنا حاجة هم ليسوا عملها اللي هو الربط الكهربائي لأن إحنا في وقت معين إنت مش كيفية أنك تكفي لأنه حاجة إحنا معنده مش كيفية نهضة في الطاقة خاصة إنا ده اللي عندي في وقت أنا عندي أكتر من 50% من إنتاج الكهرباء قدر يصدره النهاردة بس لأسف غاز مش عايز أنا الغاز مش عايزه خالص دلوقتي يصدره يعني الغاز بطلعه كهرباء أنا هتطر أعمل كده دلوقتي للفترة لكن مش هو ده اللي هراء ينعيل ما اللي هو حالة الجاية حالة الجاية أنا عايز أركز أهل ثالث مصادر طاقة شمسية طاقة رياح طاقة مخلفات دول اللي قدر أغير بيهم الشكل الاقتصاد الوطني منها حافز على البيئة منها عمق صناعة محلية اسمها صناعة الطاقة وطنية حالي صناعة الطاقة لسه عندنا شو وطنية طاقة المخلفات ربما يعني لم يرد ذكرها كثيرا ففرصة نحن نختتم بها الجزئية ونعرف المشاهد بمزيد من التفاصيل المتعلقة طاقة المخلفات نوعيني سواء صليد ويست أو ليكويد ويست دواء يعني ما طاقة الصرف الصحي بقدر أجمعه وأعمله وأطلع منه بايو جاز نعم أو الطاقة اللي هي المخلفات المنزلية إن أنا أقدر أجمعها بدل ما ما برواحر منها اللي هي الزبالة ببقى أدق بقدر أعمل لها مش ريسايكينج بقى أقدر أحاولها لسيك بتحاول حركة تدوير لا ده مدخلها في المحطات أقدر يطلع منها كهرباء جميل وطبعا ده أبسط حاليا ده أقصر ميزة من التدوير التدوير بقى في مشاكله ممكن يطلع منتجات غير صحية إنما ده أفضل حاجة لأنه بيطلع الويستي بقى طريبا يعني بيطلع آش المخراجات بتقفل آخر حاجة ماداش أي ممكن تتفنها في الأرض عادي فبالتالي ده وطبعا عندنا في السنة بنعدد 30 مليون طن طبعا مخلفات وأكتر من حوالي 5 مليار صرف صحي تعتبر طاقة مهضرة بكل المقاييس فمهم جدا يحسن استغلالها بدلا ما تدمرني أنا بحولها من أزم الفرصة تطلع كهرباء بقدر أبيعها أو استخدامها محلية أنا بشكر حضرتك جزيزي شكر شرفتنا في هذا الحوار دكتور محمد جميل كفافي رئيس المجلس العالمي الاقتصاد الأخضر وكبير مستشاري الطاقة بصندوق العالمي التامية بالأمم المتحدة شرفتنا نبقى معكم مشاهدين الكرام ووقفتنا للحوارية القادمة في منقاهرة بعد هذا الفاصل حول التوجيه الأفضل لمشروعات القطاع الخاص وكيف يمكن أن تستثمر في خدمة الدعم لخطط التامية الوطنية كونوا معنا والمزيد في منقاهرة لكن بعد متابعة مجز أخبار الساعة لن يليل أخبر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر